أم أحمد أنا أقرأ القرآن بصوت هي تقرأه يعني بدون أن يسمعها أحد بتحريك اللسان بس بدون صوت أيضا فما حكم هذه القراءة؟ إذا حركت شفتيها فقد تلت القرآن لكن هو أن تنظر بعينها فقط زي أنا بنظر كده صامتة فيكذا لم تتلو القرآن لكن عليها أن تحرك شفتيها تمام